السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من ماستر انجليش واليوم درسنا في تركيب الجمل باللغة الانجليزية مهم جدا لتقدمك في مهارة التحدث بالانجليزية بعفوية وبسهولة بدون أي ترجمة من العربية للانجليزية اليوم سوف نتدرب وسوف تعود نفسك على صيغتين من الجمل سنتعلم كيف تتحدث عن ما تفضله وعن ما ستختاره الموضوع مهم جدا لأن العديد من المتعلمين للغة الانجليزية وخاصة المبتدئين والمستوى المتوسط يواجهون صعوبات في التحدث لأنهم لا يعرفون كيف يصيرون الجملة بالانجليزية أو يتعلمون الجملة بالعربية ثم يتأخرون بالتحدث لأنهم يترجمونها من العربية للانجليزية سأعطيكم اليوم جملتين التحدث عن ما تفضلونه الجملة الأولى هي أنا أفضل وسنستعمل لprepositions over و to في العديد من الجمل مثلا انظروا إلى هذا المثل هل تفضل القهوة أو الشاي؟ الجواب سيكون I prefer tea over coffee أو I prefer coffee to tea إذن عندما نذكر الخيارات سنستعمل لprepositions over و to عندما نستعمل I prefer لكن ببساطة يمكنك أيضا أن لا تذكر جميع الاختيارات يمكنك أن تجيب ب I prefer tea وهيكي بتريح نفسك إذن I prefer tea over coffee I prefer tea to coffee أو I prefer tea مثال آخر I prefer living in the city أنا أفضل العيش في المدينة I prefer living in the city هنا لم نذكر جميع الاختيارات لذلك لم نستعمل over ولا to I prefer living in the city I prefer to meet on Monday أفضل أن نلتقي يوم الاثنين I prefer to meet on Monday I prefer to live in a warm country to a cold country أفضل العيش في بلد دافئ على العيش في بلد بارد I prefer to live in a warm country over أو to a cold country إذا كنت تريد أن تقول أنك تفضل أن لا تفعل شيئا ما سوف تضع كلمة not بعد prefer وقبل الفعل الآخر إذن هذه الحالة عندما يكون هناك فعل بعد prefer كما رأينا قد يأتي بعد prefer فعل verb أو اسم هذه الحالة نضع not قبل الفعل الثاني وبعد prefer مثلا I prefer not to play basketball أفضل أن لا ألعب كرة السلة I prefer not to play basketball I prefer not to go to the mall أفضل عدم الذهاب أو أفضل أن لا أذهب إلى المركز التجاري I prefer not to go to the mall I prefer not to eat cake because I'm watching my weight أفضل أن لا أكل الكيكة أو الكعكة أو القطوب لأنني أنتبه إلى وزني I prefer not to eat cake because I'm watching my weight إذن تعلمنا I prefer و I prefer not to الجملة الثانية للتحدث عن ما تفضله هي I would rather أو باختصار I'd rather I'd rather مثل ما ألت لكم أنه مع prefer إذا كنا سنذكر الخيارات سنستعمل over أو to لكن مع I'd rather سنستعمل than إذا كنا سنعدد الخيارات لكن أيضا يمكنك أن لا تعدد الخيارات ويمكنك فقط أن تحدد ما تفضله لنرى مثل I'd rather go out than stay home I'd rather go out than stay home أفضل الخروج من المنزل على البقاء في المنزل أو ببساطة يمكنك أن تقول I'd rather go out أفضل الخروج من المنزل I'd rather go out إذن عادة لا نذكر جميع الخيارات فقط نذكر ما نفضله I'd rather stay home أفضل البقاء في المنزل I'd rather talk about this later أفضل التحدث عن هذا الموضوع لاحقا I'd rather talk about this later I'd rather exercise than sit on the couch all day أفضل ممارسة الرياضة على الجلوس على الأريكة طوال اليوم I'd rather exercise than sit on the couch all day I'd rather handle the problem myself أفضل معالجة المشكلة بنفسي I'd rather handle the problem myself إذن كما رأيتم عادة يأتي فعل بعد I'd rather لكن بعد I prefer قد يأتي اسم أو فعل وهنا حب نبهكم على شيء كتير بهم I'd rather لم يأتي بعدها to لم نقول I'd rather to handle the problem myself هذا خطأ شائع لذلك لا أريد منكم أن تستعملوا to بعد I'd rather لكن إذا استعملنا I prefer وأتى بعدها فعل فعادة سنستعمل to I prefer to handle the problem myself I prefer to handle the problem myself أو يمكننا أن نستعمل جرن وهو الفعل الذي سيعمل عمل الاسم بعد I prefer handling the problem myself إذن ما بدي يكون تفكروا كتير بالموضوع بس ملاحظة كتير مهمة أنه لا نستعمل to بعد I'd rather هذا اللي بدي يكون تعرفوا عم نبهكم على grammar بس بدي يكون تتعودوا على الجمل أكتر من أنكم تحفظوا grammar إذن للنفي أيضا سنضع كلمة not بعد I'd rather وقبل الفعل مثلا I'd rather not go today أفضل عدم الذهاب اليوم I'd rather not go today ملاحظة مهمة عندما يسألك أحد عما تفضله فاستعمل الصيغة التي استعملها هو مثلا إذا سألك do you prefer coffee or tea do you prefer coffee or tea هو استعمل صيغة prefer فالأفضل هو أنك تستعمل I prefer وليس I'd rather يمكنك أن تستعمل I'd rather لكن الأفضل أن تستعمل I prefer لأنه سألك do you prefer I prefer tea أو I prefer coffee لكن إذا سألك would you rather drink coffee or tea هل تفضل أن تشرب القهوة أو الشاي هنا أحسن لك أنك تستعمل لفس الصيغة I'd rather drink coffee أو I'd rather drink tea هذه ملاحظة كتير مهمة لأنه سأتبسط لكم حياتكم لأنه مثل ما شايفين تغير شوي أسلوب السؤال وتغير شوي أسلوب الجواب لما استعملنا I prefer ولما استعملنا I'd rather إذن هلأ حضرت لكم محادثة سوف نستعمل فيها I'd rather و I prefer وبعد المحادثة سيكون هناك فقرة تفاعلية فخليكم لإخر الدرس حتى تستفيدوا أكثر شيء ممكن لنبدأ الآن بالمحادثة إذن المحادثة بين هاني وأميرة هاني يسأل أميرة هل تفضلين البقاء في المنزل وأن تجهز العشاء أو التناول خارج المنزل أي الذهاب خارج المنزل والتناول خارج المنزل أميرة سترد I'd rather go out I'm tired today so I don't want to cook إذن I'd rather go out أفضل الخروج I'm tired today so I don't want to cook أنا أشعر بالتعب اليوم أو أنا متعبة اليوم لذلك لا أريد أن أطبخ What about you? ماذا عنك? What about you? Do you prefer staying in or going out? هل تفضل البقاء في المنزل أو الخروج Do you prefer staying in or going out? I prefer staying in but we can go out if you like أفضل البقاء في المنزل لكن يمكننا أن نخرج إذا تريدين I prefer staying in but we can go out if you like That would be nice I prefer to go to a quiet restaurant That would be nice سيكون هذا جيد أو سيكون هذا لطيف I prefer to go to a quiet restaurant أفضل الذهاب إلى مطعم هادئ إذن سأعيد قراءة المحاذثة الآن من دون أي ترجمة Would you rather stay home and cook dinner or go out? I'd rather go out I'm tired today so I don't want to cook What about you? Do you prefer staying in or going out? I prefer staying in but we can go out if you like That would be nice I prefer to go to a quiet restaurant دهينا الآن من المحادثة لننتقل الآن إلى الفقرة التفاعلية الآن سأسألك سؤال بدي لنك تعطيني رأيك أو جوابك بكومنت تحت الفيديو سؤال هو Would you rather have the power to be invisible or the power to read minds? Would you rather have the power to be invisible or the power to read minds? هل تفضل أن يكون لديك القدرة أن تكون غير مرئيا أو أن تكون لك القدرة أن تقرأ أفكار الناس؟ إذن invisible تعني غير مرئي أما read minds تعني قراءة الأفكار Would you rather have the power to be invisible or the power to read minds? إذن سألتكم Would you rather؟ فأنتو أفضلكم إن كنت تستاملوا صيغة I'd rather Personally, I'd rather have the power to read minds شخصيا أنا أفضل أن تكون لديك القدرة على قراءة الأفكار Personally, I'd rather have the power to read minds إذن شفتوا لجملة تعيتي حاولوا هلأ أنت تكتبوا شو بتفضلوا بكومنت تحت الفيديو وإن شاء الله كلنا منكون عم نستفيد وإذا عابكن أفكار باستعمال سيغة Would you rather or مثل هيدا السؤال كمان اكتبوا بالكومنت تحت الفيديو وحاولوا أنكم تجاوبوا عن بعض كورس تركيب الجمل والجمل الشائعة وسوف نتعلم اليوم صيغة من الجمل نسمعها كثيرا بالإنجليزية أكيد بدي منكم تفكروا بطريقة البوزل هذه الصيغة هي used to ما معنى used to ومتى نستخدم used to نستخدم used to للتحدث عن أنشطة وعادات كنا نقوم بها في الماضي ولم نعد نقوم بها في الحاضر إذن أنشطة أو عادات كنا نقوم بها في الماضي ولم نعد نقوم بها في الحاضر أو حتى حقائق في الماضي مثلا إذا كنا نريد أن نقول أنني كنت أتعلم الفرنسية في الماضي لكن الآن لا أتعلمها نقول كنت أتعلم اللغة الفرنسية في الماضي لكن الآن لم أعد أتعلم الفرنسية هذا ما نفهمه من هذه الجملة مثال آخر كنت أدخن وما نفهمه هو أنني الآن في الحاضر لم أعد أدخن I used to smoke ملاحظة دائما يأتي infinitive بعد I used to لا يأتي فعل ينتهي ب-ING ولا حتى يأتي فعل ينتهي ب-D أو-ED حتى وأن كنا نتكلم عن الماضي لا نقول I used to smoking لا نقول I used to smoking ولا حتى I used to smoked فقط I used to smoke لاحظة الفعل بعد I used to لا ينتهي ب-ING ولا حتى ب-D أو-ED إذن الفعل يكون بصيغة الإنفئة لنرى بعض الأمثلة الأخرى قبل أن ننتقل إلى تكوين الأسئلة والنفي باستخدام used to I used to jog every day Jogging هي الهرولة أو الركض البطيء كنت أركض كل يوم وما نفهمه هو أنني لم أعد أركض كل يوم I used to jog every day I used to live in California كنت أعيش في كاليفورنيا وما نفهمه أنني لم أعد أعيش في كاليفورنيا كنت أبدأ عملي عند الساعة السادسة ولم أعد كذلك إذا تريد أن تستعمل الصيغة في النفي نستعمل هذه الصيغة وانتبهوا هنا لا نضع دي أو إيدي إلى آخر use لا نقول I didn't used to مثلا I used to work for that company كنت أعمل لتلك الشركة I used to work for that company إذا كنا نريد أن نقول هذه الجملة في النفي نقول I didn't used to work for that company لم أكن أعمل لتلك الشركة I didn't used to work for that company مثال آخر I used to watch Mickey Mouse when I was a kid I used to watch Mickey Mouse when I was a kid كنت أشاهد Mickey Mouse عندما كنت صغيرة إذا تريد أن تقول هذه الجملة في النفي نقول I didn't used to watch Mickey Mouse when I was a kid I didn't used to watch Mickey Mouse when I was a kid لم أكن أشاهد Mickey Mouse عندما كنت صغيرة I didn't used to watch Mickey Mouse when I was a kid مثال آخر I used to smoke كنت أدخن ولم أعود كذلك بالنفي I didn't used to smoke I didn't used to smoke لم أكن أدخن في الماضي I didn't used to smoke I didn't used to go swimming Now I do لم أكن أذهب للسباحة في الماضي لكنني أذهب الآن I didn't used to go swimming Now I do Now I do الآن أفعل لكن ماذا لو كنا نريد أن نسأل سؤال باستخدام used to ببساطة سنضع did في أول السؤال ولا نضع حرف d في آخر كلمة use إذن مثل النفي نستعمل used to وليس used to معادي مثلا Did you used to watch Disney? Did you used to watch Disney? هل كنت تشاهد Disney في الماضي? Did you used to watch Disney? Did you used to like school? هل كنت تحب المدرسة? Did you used to like school? لاحظوا معا من حدي إلى آخر use Did you used to like school? Did you used to travel a lot when you were a kid? Did you used to travel a lot when you were a kid? هل كنت تسافر كثيرا عندما كنت صغيرا Did you used to travel a lot when you were a kid? والآن سننتقل إلى اختبار صغير حتى تدرسته كل شيء تعلمت وبيضها نكون اختر الجواب الصحيح I'm overweight now But I much thinner Which is correct أنا أوزني زائد الآن لكن في الماضي كنت أنحق هذا ما نريد أن نقوله فماذا سنستعمل في الفرق؟ هل سنقول used to أو used to do أو used to be الجواب هو هذه الصيغة الصحيحة لأننا نحتاج إلى فعل بعد used to والفعل الذي سنستخدمه هو verb to be لا نستطيع أن نقول used to do لا يمكننا أن نستعمل فعل to do لأنني لم أكن أفعل شيئا بل نحن نتحدث عن حال لي في الماضي أنني كنت أنحق في الماضي لذلك سنستعمل verb to be ولأننا نحتاج لفعل هنا لا نستعمل used to بدون فعل بعدها إذن I'm overweight now but I used to be much thinner السؤال الثاني hairy smoke but he does now hairy smoke but he does now which is correct hairy يدخن لكنه الآن يفعل ذلك أي أنه يدخن في الحاضر إذن ما نريد أن نقوله أنه لم يكن يدخن في الماضي هل سنستعمل didn't used to أو didn't used to معدي أو often used to أجواب الصحيح هو didn't used to لا نستعمل often used to لأننا نريد أن نقول أنه لم يكن يدخن في الماضي أما often used to فهي تعني غالبا ما كان إذا استعملناها فنحن نقول أنه غالبا ما كان يدخن لكننا نحن نقول أنه الآن يصبح يدخن لذلك لا نستعمل often used to في هذه الجملة ولا نستعمل didn't used to مع دي لأن في الصيغة النفي لا نضع دي إلى آخر كلمة use والصيغة الصحيحة هي didn't used to إذن Harry didn't used to smoke but he does now إذن اللي تعلمني هو صيغة used to I used to كنت أفعل شيء لكن الآن لم أقعد أفعله في الحاضر لنتحدث عن أنشطة وعدات كنا نفعلها في الماضي لكننا توقفنا I used to أكيد إذا بدك تستعمل أي ضمير آخر بتقدر تستعمله وبتدل الصيغة مثل ما هي مثلا مع كل الضمائر الجمع والمفرد والمخاطب والمتكلم وحتى الغائب نستعمل نفس الصيغة used to حتى الفعل اللي بيجي بعد used to بيجي بصيغة الانفينتف وأكيد للنفي استعملنا I didn't used to من دون دي إلى آخر use وحتى بالسؤال did you used to أيضا لنضع حرف دي إلى آخر use حاولوا الآن إن كنت تمرنوا تستعملوا هاي للصيغة واكتبوا لي جملي بالcomment تحدوا أنفسكن لحتى تصيروا خطوة أقرب إلى إطخان اللغة الإنجليزية وحاولوا كمان تتحاوروا بين بعضكن إذا حسيتوا حدا عمل خطأ كمان صلحولوا بطريقة محبة لأنه نحن عائلة من حب بعضنا وعائلة قوية I usually help with cleaning the dishes عادة ما أساعد في تنظيف الأطبق I usually help with cleaning the dishes وإذا قلنا I can't help فالمعنى سيكون لا أستطيع المساعدة أليس كذلك؟ لكن ماذا لو قلنا I can't help smiling when I see her I can't help smiling when I see her المعنى لن يكون منطقي إذا كنا نقصد المعنى الحرفي لا أستطيع المساعدة في الابتسام عندما أراها هذا المعنى غير منطقي أليم سنناقش هيكل جملة مهم جدا ونسمعه بشكل عفوي في عديد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية وقد يسبب هذا الهيكل مشاكل في الفهم للعديد من المتعلمين لغة الإنجليزية وإذا فهمت هذا الدرس وأتقنته فإن شاء الله أنت اتخذت خطوة كبيرة لإتقان اللغة الإنجليزية وأريد منكم أن تفكروا بهذا الدرس بأسلوب البوزلز الذي نعتمده في دروسنا لتكوين الجمل باحترافية لكن قبل أن نبدأ بالدرس تحب لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نور من Master English واليوم لحنكفي نتعلم اللغة الإنجليزية بأسلوب البوزلز هيا لنبدأ إذن مع معنى المعنى ببساطة ليس بيدي حيلة أنت تعرف أن شيئا ما سيء أو يضر بك لكنك تشعر أنك لا تستطيع التوقف عن القيام بهذا الأمر يستخدم الناس هذا التعبير عندما يواجهون صعوبة في كسر العداد مثل عض أظافرهم أو تناول كثير من السكر يستخدمون هذا التعبير أيضا عندما يكون هناك شيء خارجي خارج عن إرادتهم مثلا أعلم أنه لا ينبغي علي تناول الحلوة عندما أكون مرحقا أو عندما أشعر بالتوتر لكن ليس بيدي حيلة I know I shouldn't eat sweets when I'm stressed but I can't help it A mother might say to her son Stop biting your fingernails قد تقول الأم لابنها توقف عن عد أظافرك The child might reply I can't help it Because his fingernail biting is already a habit and he does it without thinking قد يجيب الطفل لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن عد طفله أصبح عادة وهو يفعل ذلك دون تفكير A mother might say to her son Stop biting your fingernails The child might reply I can't help it Because his fingernail biting is already a habit and he does it without thinking مثال آخر Stop laughing I can't help it توقف عن الضحك لا أستطيع أو ليس بيدي حيلة إذن شخص يقول لشخص آخر Stop laughing توقف عن الضحك ويرد الشخص الآخر I can't help it لا أستطيع أو ليس بيدي حيلة مثال آخر It seems that all what our politicians say is I can't help it يبدو وكأن كل ما يقوله سياسينا ليس بيدي حيلة أو رؤسائنا It seems that all what our politicians say is I can't help it الخبر الجميل أنه يمكنك أن تستعمل هذه الصيغة مع جميع الضمائر ولا عليك بالتفكير في التصريف لأن الصيغة واحدة مثلا I can't help it She can't help it He can't help it It can't help it You can't help it They can't help it و We can't help it إذن إذا لاحظتم مع جميع الضمائر استعملنا نفس الصيغة Can't help it لا تتغير هذه الصيغة وهيدي خبرية كتير حيلة للكون لأنه منكن متطرين تفكروا بتغيير Can't help it حسب الضمير أو حسب التأنيث والتفكير وهذا الاستعمال في المضارع Can't help it أما إذا أردت التحدث عن شيء حصل في الماضي ولم يكن بيدك حيلة فستستعمل هذا الهيكل I couldn't help أو I couldn't help it I knew I shouldn't eat the cake لمشاهدة نهاية الفيلم I couldn't help staying up To watch the end of the movie أي أن الفيلم كان مشوق للغاية ولم يستطع أو لم يكن بيده حيلة إلا أن يظل مستيقظا لمشاهدة الفيلم إلى نهايته I couldn't help staying up To watch the end of the movie والخبر الجيد أيضا أنك couldn't help تستعمل مع جميع الضمائر أيضا بغض النظر عن الجماع أو التذكير أو التأنيث I, he, she, it, you, we, they كلهن نستعمل معهن couldn't help it She couldn't help laughing when she saw it لم تستطع التوقف عن الضحك عندما رأت هذا الشيء الذي نتحدث عنه She couldn't help laughing when she saw it We shouldn't have said it but we couldn't help ourselves We shouldn't have said it but we couldn't help ourselves ما كان علينا أن نقول هذا الأمر لكن لم نستطع إيقاف أنفسنا أو لم يكن بيدنا حيلة We shouldn't have said it but we couldn't help ourselves ملاحظة shouldn't have ممكن تلّفظ shouldna بالإنجليزية العامية الأمريكية We shouldn't have said it but we couldn't help ourselves إذن can't help نستعملها في المضارع و couldn't help في الماضي Can't help تعني لا يستطيع المساعدة لكن في كثير من الأحيان فهي تعني ليس بيدي حيلة إذن بدي من كون ما تعتمدوا على الترجم الحرفية في كثير من الأحيان متل ما اتفقنا نفكّر بالجمل الإنجليزية وكأنها قطع Puzzles وهالقطع Puzzles اللي تعلمناهم اليوم كتير سهلين متل ما لاحظتوا بس من غير الضمير أو الموضوع أما can't help و couldn't help بيدلون متل ما هناك متل ما لاحظتوا هيدا هيكالي كتير مهم ما بتلاقوه وينما كان على الإنترنت والدرس فريد من نوعه بتمنى يكون عجبكن وبتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى تكونوا لقيتوا إنو فيكن تستعملوا بحياتكن اليومية بدءا من الآن شكرا كتير لقلكم لأنكم عم بتعلموا اللغة الإنجليزية معي أنا بحبكن كتير الله يوفقكن ويحميكن وبشوفكن إن شاء الله بالدرس المقبل سلام عليكم شكرا للمشاهدة